أهلا بحضراتكم من جديد يفتتح بازار سلك الدبلوماسي الخيري السنوي الخامس والخمسي لمبرت أم الحسين يوم السبت تحت رعاية صاحبة السمو الملكية الأميرة بسمة بن طلال ويشارك في البازار الذي يعتبر ملتقا خيريا سنويا خمسون هيئة دبلوماسية معتمدة لدى البلاط الملكي الهاشمي حيث تعرض منتجات متنوعة من البلدان لتعكس الهوية الوطنية والثقافية للدول المشاركة تجسيدا لأسمى معاني الشراكة وتضامن والعمل الإنساني بين الهيئات الدبلوماسية في الأردن إذ يخصص الريع الكامل للبازار لمبرت أم الحسين التي تعنى بالأطفال من ضحايا التفكك الأسري من خلال توفير الفرص التعليمية اللازمة والحياة الكريمة لهم ومعنا مدير عام مبرت أم الحسين الأستاذ أحمد العمر الأستاذ أحمد صباح الخير وأنا نسهلا بك صباح الخير بالبداية نتحدث عن فكرة هذا البازار كيف يتم نعم أخي الكريم بداية صباح الخير اسمح لي أن أتقدم بالشكر والتقدير لقناة المملكة ممثلة ببرنامجكم وأسرة برنامجكم نيابة عني وعن فريق عملنا وأبنائنا من أيتام المبرر لهذه الاستضافة وإتاحة الفرصة لنا للحديث عن بازار سلك الدبلوماسي الخيري السنوي الخامس والخمسين والحديث عن مبرة أم الحسين التي نتشرف بالعمل فيها برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمها قفضها الله يعني هذا البازار خمس خمسين عام نعم المبرر والبازار وجهان لعملة واحدة لكن بشكل عام لربما مش الكل يعرف عن البازار وترحلنا أكثر عن فكرة البازار نعم أخي الكريم هو للحديث عن نشأة البازار أو نشأة الفكرة هي بداية الفكرة نشأت مع نشوء فكرة مبرة أم الحسين فكرة البازار فهي مرتبطة بها وهما يكادان يكونان وجهان لعملة واحدة حيث أنه لما تفضلت جلالة الملكة زين الشرف طيب الله ثراها بقبول الرئاسة الفخرية لجمعية مبرة أم الحسين للأيتام لم تنظر لها على أساس أنها مؤسسة عادية وإنما أولتها اهتمامها ورعايتها وتجلى هذا الاهتمام بإطلاقها لبازار السلك الدبلوماسي الأول لعام 1964 والحقيقة أن هذه الفكرة كانت رائدة وسباقة بالإضافة إلى ما أصبحت تدر من دخل وتخطي جزء من النفقات المالية لما لها من مردود لصالح الجمعية ولما انتقلت إلى الرافيق الأعلى في عام 1994 تولت صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بن طلال زمام الأمور فأولت الجمعية رعاية كبيرة وما قصرت من جهدها جهدا في أن تنهض بهذا الجمعية وتطورها في الحقيقة فكرة البازار تقوم على مأكولات شعبية رقصات في الكلورية موسيقى من كافة أنحاء العالم فيما يتعلق بشراكات السفارات الهيئات الدبلوماسية النوادي التابعة للجاليات الأجنبية في المملكة الأردنية الهاشمية وعديد من الأصدقاء المبرة والسيدات الهيئة الإدارية والهيئة العامة من أجل إنجاح هذا الحدث التاريخي والعالمي تحت سقف واحد دائما السؤال عن ريع هذه البازارات إلى إينا يذهب بشكل مباشر أو غير مباشر نعم أخي الكريم هذا الريع البازار هو يشكل دخل مالي ويغطي نفقات جزء لا يستهان فيه من نفقات المبرة بالرغم من الارتفاعها لكن كما تعلمون فإن دور الرعاية والجمعيات التي تعنى بالأيتام تطور العالم وأصبحت المعايير الواجب توفيرها معايير عالمية ودولية مكلفة جدا فحقيقة هذا الريع يذهب لصالح تطوير مبرة أم الحسين من أجل تقديم خدمات أفضل ضمن المعايير المطلوبة دوليا موضوع المشاركة هل يستطيع الأشخاص في الأردن المشاركة في البازار يستطيع الروح على البازار ودخول إلى البازار نعم أخي الكريم من ينظم البازار هو السلك الدبلوماسي لدى المملكة الأردنية الهاشمية سواء سفارات أو قنصليات أو هيئات دبلوماسية أيضا بعض النوادي كما ذكرنا حقيقة يعني الباب مفتوح ونحن ندعو من خلالكم أفراد الأسرة الأردنية وضيوف الأردن الكرام على أن يشاركوا معنا ويدعموا البازار بالحضور بالمناسبة البازار كما ذكرتم يصادف في هذا العام الخامس والخمسين يوم السبت الموافق خمسة عشرة يكون الافتتاح تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة باسمة الساعة الحادي عشر صباحا ولغاية الساعة السادسة الدخول سيكون بتذاكر رسمية تباع بسعر رمزي على الباب بواقع دينارين للشخص بينما الأطفال أقل من 12 عام فدخولهم مجاني فنحن ندعو من خلالكم ومن خلال شاشتكم كافة أبناء المجتمع وضيوف الأردن الكرام لتشجيع البازار والحضور والتسوق بشكل عام أعداد الهيئات الدبلوماسية التي تشارك كم يبلغ أعداد الدبلوماسية؟ نعم أخي الكريم حقيقة كما تعلمون الأمور تتطور وأصبح فيه اهتمام أكبر مع السنوات الآن أنا أعتقد المشاركين في تنظيم البازار ما بين بعثات دبلوماسية وسفارات ونوادي وبعض الشركاء يتجاوز السبعين يتجاوز السبعين نعم لكن من ضمنهم شركات محلية أيضا الشركات المحلية والقطاع الخاص هو يقتصر دوره على دعم البازار يساعدنا ويشارك معنا في تنظيم البازار ولكن المعروضات والمطاعم والحرف اليدوي والفلكلور والغناء كل هذا يعود إلى ثقافات الدول فهو بازار خيري دبلوماسي لكن فيما يتعلق بالقطاع الخاص فهم داعمين لنا من حيث التنظيم وبعض النفقات التشغيلية والإدارية والتجهيزات طيب لو حكينا عن تحدثنا تحت الهواء بأنه في رؤية جديدة والطلعات جديدة لهذا البازار البازار للمبررة بشكل عاما نعم حقيقة أخي الكريم يعني العالم كله يتطور كافة قطاعاته قطاع رعاية الأيتام والأعمال الاجتماعية والخيرية والإنسانية تطورت أصبح هناك معايير دولية يجب أن تطبق بالحد الأدنى في دور الرعاية حقيقة يعني منذ سنتين أطلقت المديرة التنفيذية للصندوق الأردني الهاشمي نائبة سمول أميرة بسمة نائبة رئيسة الجمعية عطفة السيدة فرح الداغستاني أطلقت رؤية جديدة تتعلق بتطوير مبررة أم الحسين وكافة الفعاليات المتعلقة بالمبررة وتحسين الخدمات بما ينسجم مع المعايير الدولية وعلى رأس هذه الأمور والفعاليات كان البازار سلك الدبلوماسي نعم نتمنى لكم التوفيق في هذا البازار لهذا العام أيضا سيكون يوم السبت نعم موافق 15 من الساعة الحادية 10 ظهر ولغاية الساعة السادسة مساء نتمنى من كل الناس اللي بتقدر تروح بينها تذهب وتشارك حتى الأسعار رح تكون نعم هو أخي الكريم السعر يعني حقيقة الدخول هو بخلال تذكر رسمي بسعر رمزي لا يتجاوز هو دينارين وللأطفال أقل من 12 عام كما ذكرنا مجانا هناك يعني فيه فرصة السنهاية في عنا تسوق وتذوق مأكلات من أغلب أنحاء العالم تستطيع التذوق هذا في عندك ساحة للعب الأطفال برضو كمان السنهاية ادخلناها جديد حقيقة هو حدث دولي بامتياز يجمع لك العالم تحت سقف واحد فرصة الوعادي تعرفنا كل هذه الفقافات نعم ندعو الجميع لتشجيع هذا البازار والحضور فهو فرصة لا تعوض وفرصة ثمينة جدا نعم نتمنى لكم توفيق في هذا العام مدير عام مبارة أم الحسين الأستاذ أحمد العمري شكرا جزيلا لك أكرر شكري لكم ولقناتكم وندعوكم لحضور هذا البازار وندعو كافة المشاهدين والمستمعين لدعمنا وإيصال صوت مبارة أم الحسين إلى كافة أبناء الأسرة الأردنية وضيوف الأردن الكرام وأهلا وسهلا بكم شكرا جزيلا شكرا